شهد اليوم الأخير من مؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني حضور وزير النقل سليمان الحمدان وعددا من وزراء الدول المشاركة ومسؤولي الطيران المدني وأوضح وزير النقل أن التحديات تساهم في فتح الفرص وأن الهيئة تعمل على تطوير صناعة الطيران المدني التحديات تفتح الفرص جائما نحن نؤمن بأن العمل من خلال أو تحويل هذه التحديات إلى فرص هذه أحد مسؤولياتنا تطوير الصناعة هي مسؤولية الهيئة ونحن نعمل عليها منذ سنتين وستلحظون بإذن الله خلال السنوات المقبلة نمو إن شاء الله يسر الجميع وفي الجلسة الأخيرة تم استعراض مبادرات ومشاريع إقليمية ذات أولوية للمنطقة العربية وتأتي أهمية المؤتمر بقسم السلامة الجوية والقسم الآخر هو أمن الطيران الحقيقة المؤتمر أهميته بتيجي بأنه طبعا إحنا عندنا قسمين قسم يتعلق بالسلامة الجوية وقسم يتعلق بأمن الطيران إذا بدأت بالقسم الثاني وقسم أمن الطيران الحقيقة المؤتمر اعتمد ما يسمى بإعلان الرياض وهي وثيقة تعبر عن الحاجة الشديدة للعمل بشكل جماعي على التخلص من التهديدات الأمنية التي تتعلق بالطيران المدني وفيما تعلق بمحاربة الإرهاب على المطارات وعلى الطائرات وطبعا الأحداث الأخيرة بتخلينا في حاجة أشد أن يكون عندنا تمسك بمبادئ التأمين في المطارات أو على الطائرات واختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعلان الرياض والذي تضمن قرارات عدة تهدف إلى مواجهات التحديات الأمنية ورفع كفاءة وقدرة الدول في إدارة حركة الطيران خليل الجباري الأخبارية الرياض